تم أمس الثلاثاء استقبال الاتحاد الوطني للوكالات السياحية والأسفار من طرف المدير العام للبنك الوطني الجزائري بمقر البنك اللقاء الموسع جمع أعضاء من الاتحاد بممثلي البنك أين تم تنول كل المشاكل والمخترحات التي تعرفها الوكالات السياحية والأسفار بما في ذلك الاستثمار في المجال خاصة في ظل التوجه الحكومي الجديد في دعم الاستثمار السياحي اشتركوا في القناة